رأي عام أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا ساعة ثانية من قضية رأي عام تاوى العشرة وتسعة دقائق باش نحكيوا عالمهندس وما أدراك ما المهندس في تونس عنا 91 ألف مهندس مسجلين رسميا في عمادة المهندسين ولكن للأسف الآلاف يغادروا بلادنا سنويا شنو معنيها الكلام هذية معنيها به الكفاءة التونسية مطلوبة في أمريكا في كندا في الخليج في أوروبا ولكن أيضا يبدو أنه الواقع متاع القطاع في بلادنا مهوش جاذب برشة خاصة للمهندسين الشوبين شنو الأشكاليات اليوم اللي تتعلق بالمهنة هذية الهجرة هل هي صحية وإلا غير صحية خاصة نحكيه على ألاف ونحكيه على رقم آخر أكثر من عشرين مهندس يوميا يخرجوا من تونس باتجاه وجهات أوروبية وعربية وأمريكية هذه قضيتنا لليوم قطاعية تهم المهندسين ولكن تهم البلاد تهم تونس تهم المنظومة الاقتصادية تهم المساهمة الوطنية للمهندس في واقع واقتصاد البلاد خاصة أن الكفاءة التونسية العلمية تتكلف على البلاد وتتكلف على المجموعة الوطنية ونحب ونستفيدوا منها للتفصيل في الموضوع هذية مشكور جدا عميد المهندسين سي كامال سحنون جيب أحذينا من سفاقس صباح النور سي كامال ومرحبا صباح الخير وبرك الله فيك معلصة إضافة وإن شاء الله المستمعين نفيديوهم في الموضوع هذية شكرا لك اللي اتنقلت وجيتنا من سفاقس لفائدة القطاع في خدمة المهندس وزادة لتوضيح الأمر للرأي العام بش نبدأ من آخر رقم أنا قلته أكثر من عشرين مهندس يخرجوا بشكل يومي إذا كان هكا نشوف المعدل نحو وجهات مختلفة شو معناها هذية؟ معناها لازمنا نفخروا بالكفاءة التونسية في الهندسة وإلا لازم نخافوا على القطاع في تونس واستفادة تونس من كفاءاتها في الهندسة هو يجبنا نخافوا على تونس قبل ما نخافوا على القطاع وقبل ما نخافوا على المهندس لأنه اللي يستهدف اللي يحب يهمش المهندس فهو يستهدف لتونس وذي بعد تالي تونفسروه إحنا سنويا كما قلت حضرتك يوميا عندنا عشرين مهندس قاعدي غادر سنويا ستة لف وخمسمائة مهندس قاعدي غادر وهذه أرقام مبنية على أرقام رسمية قامت بها مؤسسات الدولة التونسية من سنوات 2015 إلى 2020 ست سنوات خرجوا فيهم تسعة وثلاثين ألف مهندس هذا رقم كارثي على الاقتصاد متاع البلاد وبالتالي يلزم معالجته يلزم تشخيصه يلزم معالجته بصفة جذرية ومش بصفة ترقيعية دونك المعتل ولاني أنه الرقم هذية يعكس اللي فمه إشكال ومناش قاعدين نستفيدوا من الكفاءات الهندسية نحكيه على 8500 يخرجوا سنويا معنا يقدش عنا يتخرجوا من الجامعات التونسية سنويا مش نحكيه على يعني سوق معدل في المستوى المحلي ولا لا لا السوق مش معدل احنا سنويا كما قلت حضرتك يخرجوا حوالي 8500 مهندس من المدارس العمومية والخاصة لكن يخرجوا مقابلهم رقم مشابه 6500 والرقم هذية الخروج متاع 6500 هما بعد ما يأخذوا تجربة في الاقتصاد متاع التونسي مش دوب ما يتخرج مش دوب ما يتخرج لأن المهندز ما يولي يعني عمليا معناته مفيد جدا للاقتصاد إلا ما تكون عنده تجربة الإفكاسيتي والجدوى تجيب الخبرة يعني هي الخبرة هي الأساس في عمل المهندس يعني نخبة المهندسين هما اللي غادروا اليوم يعني احنا بالبجد كما قلت هي نخبة المهندسين هما نخبة الطلبة لكن زاد كيف كيف نخبة النخبة هما اللي قاعدين يخرجوا يعني بعد ما يأخذوا خبرة والخبرة هذه معناتها تتصرف عليها بصفة غير مباشرة ثم انه هو اشتخسر الدولة في ذلك احكي انه اشتخسر الدولة انتي قلت مرة في تصريح سابق انه مئة مليون كلفة المهندس ما زال الرقم نفسه نقص زيد هما في الحقيقة كلفتين اي كلفة اللي هي تتسمى بسيطة جدا اللي هي مئة الف دينار باش تكونوا الدولة التونسية وهذا رقم قديم يعني لاحد دونك توى ثابت ارفع باش تجي متكوى المهندس وهذا تصرف عليه الدولة التونسية بالتكوين بتاعه لكن اللي اكثر من ذلك بكثير هو المونكا جانيه لانه المهندس هو خدمته خلق الثروة وباش تخلق الثروة هذه انه المهندس لما يولي ماهر في العمل المتاعه فاعوض يخلقها التونس الثروة هذه انه تستقطبط الاقتصاديات الدول العالم كما قلت حضرتك جميع دول العالم طالبينه بما في ذلك افريقيا ويستقطبطه باش انه يولي يخلق الثروة في البلدان المتحب يعني اليوم المهندس التونسي ماهوش يخلق في الثروة في بلادنا دونك بالضبط يعني تونس وقت يولي معناتها بروديكتيف الخلق الثروة نعم وقتها يخرج ويخلي تونس وحدها هذا ينسى حب على كل الاختصاصات ولا مهندسي الاعلامية مطلوبين اكثر المعماريين مطلوبين اكثر هو يعني من غير شكل يفرق من اختصاص الى اخر كيف كيف التجربة تفرق من اختصاص الى اخر مغير شك توا يعني الثورة الصناعية الذكاء الصناعي وغيره والات المهندسي التقنيات الحديثة صحيح كيف ما الاعلامية والتليكمونيكاسيا وما شابه ذلك هذو مطلوبين اكثر من غيرهم لكن حتى التجربة اللي مطلوبة اقل من غيرهم انتي توا مهندس ميكانيك قاعدين يفكوا فيهم بعد ما تكون عنده تجربة كبيرة متى عشر سنوات كيف كيف الجيني سيفيل كيف كيف الالكتريك لكنه اساسا الانفورماتيك فهو مطلوب لانه العالم كامل تقعد الاختصاص هذي يتحرك بالذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وعالم الرقمي الكل فما زاد رقم اخر يقول 80% من المشهد العمراني في تونس ما تم اشتشيده بايدي معماريين يعني حتى اللي حب يخدم في تونس وقعد في تونس ما لقاش المجال باش يخدم بالكفاءة متاعه تتفق مع وجهة النظر هذي حنا بول مجهد المعماري هذا نسألوا عليه المعماريين اللي هم تتابعين هيئة المعماريين وهذا التصريح ليهم بالفعل ايه يعني اذا صرحوه فهو يعني رقم دقيق اللي نشوكو في ذلك لكن هو حتى المعماري ما يجم يخدم الا ما معه المهندز من جميع الاختصاصات لانه باش تجم تعمل حلم معماري مع انت تشكيله فنية ذات مستوى رفيع ما يجم ينفذ هذا وكان المهندز المدني لتنفيذ ذلك وباش تخرج للاستغلالة واللي مفيدة في الاستغلال يزمكو معاه مهندس كهربائي مهندس الفلويد يعني السوائل وجميع الاختصاصات متشابكة وتخدم في تشبيك كامل سيكمال سحنون انت عميد المهندسين وانا سألتك السؤال هذية لانه باش نبدي وندخله في الاسباب لانه وقت اللي زاد المهندس الكفاءة ما يلقاش فرصة في سوق الشغل المحلية من حقه باش يخمم في وجهة اخرى يلقاوا المهندسين التوينس اليوم بلسطهم في المشهد في الموقع في سوق الشغل المشكلة هي لما نشخص عليش قاعدين يخرجوا المشكلة الرئيسية ما هيش هل متوفرين عمل ولا لا يعني في الغالب المهندسين ما هو ماش قاعدين في البطالة يعني سيفري موجودة البطالة ما يلزمناش ان نقللوا منها البطالة لكنها موجودة في اختصاصات معينة وهذا يولي دور التعليم العالي على اساس انه كيفاش يوجهوا الطلبة للاختصاصات اللي حاشتها بهم السوق الشغل لكن الاسباب الرئيسية هي اساسا هي وضعية المهندس المادية ووضعيته الميهنية وكيف كيف عنا وضعية ووضعية ووضعية غير اسباب غير مباشرة يجبنا نحكيو عليها هات نحكيو على الاسباب المباشرة قلت الشهرية قدش يخلص المهندس في تونس اذا كان نجمه نقوله ارقام بين قدش وقدش هو المهندس يعني يختلف على حسب الوضعية متاعه نجمه نعطيه ارقام اللي هي شاملة للمهندسين عندنا يعني نجمه نقوله المهندسين يخدموا فما اللي وضعيته حسنة وهذا جيد يعني هذا يدل على ان عنا اقتصاد مريح في الجملة في بعض الجوانب لكن عندنا العديد من المهندسين والكثير منهم يوصلوا يخدموا بطريقة متاع تشغيل هش وهذا صرتوه في البداية العمل المتاحهم وقت البشوار المتاحهم وقت اللي ما عندهمش تجربة في بعض اختصاصات معينة لون كذا يلزم النظر فيه لكن المشكلة مشكان هذوما حتى المهندسين اللي في الوسط مهندسين الدولة مهندسين المشاقات العمومية مهندسين للقطاع الخاص اللي يعني ما زالوا في وضعية وضعيتهم المادية ما زالت بعيدة ياسرة عن الواقع احنا قمنا بدراسة عطات انه المهندس المغربي اللي هم يشبهونا يقبض اربع مرات في المعدل المتاعه قد المهندس التونسي المهندس الوردني يقبض مرتين قد المهندس التونسي ذنك احنا هذي بلدان تشبهنا كاقتصاد وكمجتمع نعم هيدا تعتبر السبب المباشر اللي هو يفركس على وضعية مادية ومهنية ارتح قلت فما اسبب اخرى غير مباشرة سيكمال سحنون بخلاف المادي هو المهني قبل لا نمشي للغير مباشر المهني هذي انه المهندس في العديد من المؤسسات بما في ذلك المؤسسات المنشآت العمومية كيف كيف في الوظيفة العمومية انه المهندس ما يلقاش القدر متاعه في وقت يخدم الخدمة ما يعطي واش الظروف الملائمة باش يجم يبتكر لانه الابتكار تلزمه راحة نفس وهذا ما يجموش ما هيش قاعدة الدولة في المنشآت العمومية ولا في الوظيفة العمومية يعطيوهالو وكيف كيف حتى في القطاع الخاص العديد من المهندسين انه يلقاه مثلا اعرافهم هما دون المستوى منهم بلاحد العلمي وبالتالي ما يجمش يبدع في العمل البيئة المهنية المرتب المتدني نخلصوه اربع مرات اقل المهندسين في تونس من المغرب ومن الأردن ومن غيرها من الدول العربية اللي تشبهن الى حد ما في اقتصاديتها وأسباب أخرى غير مباشرة ما معنيها؟ يعني الاستقطاب من الخارج يعني العروض المغرية اللي تجيهم شو تنجم تكون الأسباب غير مباشرة كمال؟ الأسباب المباشرة هو وهذا يا ماشي نفسره في بعض 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 نقاط تاريخية منها نفهمه احنا بصفة عامة اللي نجم نقوله اللي يحب يستهدف اقتصاد بلاد معينة ما عليه الا ان يهمش مهندسيها وهذا يا كيف نجي ونرى والمستعمر الفرنسي لما احتل تونس في 1881 كانت من القرارات الأولى اللي اتخذها كانت عندنا مدرسة في باردو اتخرج في المهندسي المدرسة هذه من أول القرارات أغلقها وهنا علاش أغلقها لأنه يعرف اذا كان الاقتصاد متاع كل بلاد العماد متاعه هو المهندس والعمود الفقري متاعه هو المهندس وبالتالي كيف يهمش المهندس فبالتالي أنه ليش يولي يتحكم في الاقتصاد هذي 1864 أول من أول القرارات اللي يتخذها المستعمر كيف نجي وبعد الاستقلال متاعنا بعد الاستقلال متاعنا لما رئيس بورقيب الله يرحمه خذ قرار باش يكون مدرسة للمهندسين اللي هي اللينيت اللينيت نعم كيف كلف سيمختار العطيري الله يرحمه نعم بالجنة باش يأسس المدرسة هذية سيمختار العطيري اللي هو قاري في مدرسة عليا من فرنسا المنطقة يقول أنه يتكى على فرنسا وعلى المدارس الفرنسوية باش يكون المدرسة هذية فوجد السد من السلطات الفرنسية في ذلك واقنع بورقيبة في ذلك الوقت باش يمشى للاتحاد السوفياتي في فترة اللي تونس ما كانتش سياسيا متناغمم على الاتحاد السوفياتي ومشى الاتحاد السوفياتي وجابوا البرامج السوفياتية وجابوا الأساذة السوفيات باش كونوا المدرسة الوطنية اللي عبره أنه موضوع المهندسين وكفاءة المهندس هي محور تجاذب سياسي واقتصادي على مستوى عالمي بين البلدين بالضبط نعم يعني دونك هنا وانتي توازيها في الحروب لما الدول كبرى تحب أول حاجة تستهدف في الدول تقتل المهندسين متاع الدول الهيكية كيف ريناها في العراق ريناها في برشة يعني بلدين اللي يقع استهدف المهندسين رينا إسرائيل كيف استهدفت المهندس الزواري متاعنا صحيح هدايا نظراً لكون المهندس هو اللي يحدث لك الابتكار عماد الاقتصاد يعمل للاابتكار يبني تطور التكنولوجي وإلى آخر وهذا يفترض وجود عدد معين فما مقيس اللي هو عدد المهندسين لكل ألف ساكن في تونس احنا عنا 12 مهندس لكل ألف ساكن وهذا يعتبر معدل ضئيل مقارنة بالدول الأخرى بالضبط هكذا ليش الساعة قلت لك أنه ما هواش العدد يعني ما عنيش المشكل ما هيش أساساً البطالة إذا فرم بطالة راي جاية من عدم ملاعبة التكوين لمواطن الشول لكن هي هي أساساً معناتها أسباب أخرى وهي أعمق من ذلك نعم يعني أكثر ما يهدد اليوم قطاع الهندسة في بلادنا هو النزيف متاع الهجرة هذا المشكل الأساسي بالنسبة لكم في عماية المهندسين بالضبط يعني النزيف الهجرة هدايا هو يضر هو اللي يفلق يهمش الاقتصاد متاع البلاد في الحالي وفي المستقبل والأسباب هي الأجور ظروف العمل أيضاً التنافس بين دول العالم باش نعطيك يعني مثال كيفاش أنه المهندس مستهدف نعم في تونس بصيفة بصيفة يعني مهولة نعم أخيراً فما أربع دوابين تابعين لوزارة من الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني نعم عند منحة تعطيتها لهم بصيفة رسمية في مذكرة رسمية من رئاسة الحكومة وتوا سنوات والبيروقراطية ما خلتهاش باش تنزل أخيراً رئاسة الحكومة مشكورة وضحت رفعة اللبس البيروقراطي الغريف في الأمر أنه رغم الحزم السيدة الوزيرة وهذه يجب أن نثمنوها الحزم هذية لأنها دوبة تعينت منذ شهر أول موضوع ركزت عليه هو كيفاش أن المهنسين الوزارة تمسكهم ومتخليهم ومتخليهم يخرجوا ومتخليهم يخرج تونس وهذه من القرارات الرئيسية اللي خدمت عليه فيها الشر الغريبة في الأمر فما منظمة شغيلة اللي هي مهمتها بالقانون الدفاع على المنظورين بتاعها تبشي تعمل قضية في المحكمة الإدارية للدواويد اللي تعطالهم الأمر من رئاس الحكومة باش ينزلوا المنحة هذه الزيادة هي بالضبط الزيادة هذه باش ينزلوها أنهم تعمل بالقضية في المحكمة الإدارية استعجالية لإيقاف التنفيذ أول مرة في تاريخ تونس وفي تاريخ العالم منظمة شغيلة يجي للمنظورين بتاعها زيادة التقاضة ضد الزيادة حسي كاميل سحنون عميد المهندسين خليك معنا أنت وصفتنا الأشكال نزيف الهجرة ضعف الأجور ظروف العمل الصعبة بالنسبة للمهندس في تونس التنافس أن الدول العالم اليوم قاعدة تجذب في المهندسين التوينسة للكفاءة متاحهم وأيضا لقيمتهم في الساحة الاقتصادية هذي كل لازموا حلول بعد شوية بش نحكي معاك في الحلول القوانين الجديدة اللي انتوا مطالبين منها التكوين اللي انتوا تصديتوا الحقيقة للتكوين الموازي والتكوين الخاص بكل سلامة وحطيتوا كرس شروط واضح وأيضا حلول وقف نزيف الهجرة شنو مطالبين اليوم انتوا كمهندسين هذي كل بش نحكيو فيه بعد الفاس الموسيقي